السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد كثير من مستخدمين اللغة الإنجليزية يحتار أي فعل مساعد يستخدم في اللغة الإنجليزية عند الحديث مثلا يريد أن يشكل سؤال أو ينفي جملة أو يصيغ جملة في زمن ما باللغة الإنجليزية والبعض يعتقد أن الأزمنة عقدة في اللغة الإنجليزية الأزمنة سهلة ماذا يعني زمن؟ يعني الوقت وقت حدوث الفعل متى حدث الفعل؟ اليوم؟ الآن؟ سيحدث في المستقبل؟ حدث وانتهى؟ وهكذا إذن الزمن هو عبارة عن وقت متى نستخدم؟ كل زمن طبعا موجود شرح مفصل لكل الأزمنة في اللغة الإنجليزية في القناة اللي حيب يرجع يشاهدهم لكن حديثي في هذا الفيديو عن الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية يعني ما هو الفعل المساعد الذي يستخدمه في الجملة؟ طبعا يجب أن نتفق على شيء الفعل المساعد لماذا سمينا مساعد؟ يعني نسمع كلمة helping verb إذن فعل المساعد auxiliary verb إذن أيضا فعل المساعد نفس الشيء helping auxiliary لماذا سمينا فعل المساعد؟ لأنه يساعدنا على صياغة الزمن يعطينا شكل للزمن الشيء الثاني يساعدنا على تشكيل السؤال ويساعدنا على نفة جملة فقط ننتبه على السابورة لدينا they play football لاحظ الفعل play هذا بالمضارع البسيط they played football لعبوا كرة القدم إذن هذا نسميه ماضي بسيط they are playing يلعبون كرة القدم بس أنا حطيت الفعل إذن مضارع مستمر present continuous they were playing كانوا يلعبون كرة القدم إذن ماضي مستمر past continuous they have played لقد لعبوا كرة القدم هذا نسميه present perfect إذن مضارع تام they had played نسميه ماضي تام إذن هذا الأزمنة they have been playing إذن مضارع تام مستمر they had been playing نسميه ماضي تام مستمر they will play سيلعبون إذن نسميه مستقبل they will be playing إذن مستقبل مستمر they will have played إذن نسميه مستقبل تام they will have been playing مستقبل تام مستمر إذن هذه الأزمنة حديثنا كما قلنا ما هو الفعل المساعد اللي يستخدمه في كل زمن لاحظ بأول جملة they play football فقط عندنا كلمة واحدة إذن مصدر الفعل إذن بالمضارع إذن هذا نسميه نحن present simple مضارع بسيط يكون عندنا فعلين مساعدين إذن بالمضارع البسط نحتاج إلى فعل مساعد يما يكون do أو يكون عندنا does طبعا إذا مع هي شيئة نستخدم does do باقي الضمار أو إذا كان مفرد does وإذا كان جمع نستخدم do لتشكيل السؤال فقط نضع do في بداية الجملة تصبح do they play football خلصنا هل يلعبون دائما وأبدا الفعل مساعد نترجمه هل انتهينا من النقطة هذه دائما الفعل مساعد في دات الجملة ترجمته هل do they play football ممكن شخص يقول لماذا do أو does هم يعودهم باللغة الإنجليزية فعل مساعد لتشكيل السؤال نتبع القاعدة الجملة الثانية they played football إذا اللاعب بكرة القدم لاحظ الفعل منتهي ب-ed هذا ماضي بسيط وأيضا كلمة واحدة اللاحظ الفعل مؤلف من كلمة واحدة بكل ماضي بسيط نستخدم معه الماضي البسيط الفعل مساعد dead did فقط فعل مساعد لتشكيل السؤال فقط نضع did they play football عن تشكيل السؤال نحذف ال-ed طبعا نحن فقط نتكلم أي فعل مساعد نستخدم الحب يرجع موجود على القناة بشكل مفصل كل شرح الأزمنة نضع did they play football فقط وضعنا did في بداية الجملة الزمن البعد they are playing إذا اللاعبون كرة القدم فقط نضع are في بداية الجملة بيكون عدنا بالمضارع المستمر am is are طبعا عدنا they تأخذ are إذن نستخدم are they are playing إذن الفعل مساعد are لاحظ الفعل مساعد موجود من أصل الفعل إذن هذا الفعل are playing لا نحتاج لا do ولا does ولا did فقط بالمضارع البسيط do does بالمضارع البسيط did باقي الأزمنة لا نحتاج نتذكر دائما فقط بالمضارع البسيط نضع من عندنا do does بالمضارع البسيط نضع did باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد الفعل المساعد موجود داخل الجملة they are playing إذن are هي الفعل المساعد they were playing إذن كانوا يلعبون كرة القدم أيضا نضع where في بداية الجملة هذا نسميه ماذا مستمر كما قلنا عدنا الماذا من am was was الماذا من are where إذن فقط نضع where في بداية الجملة where they playing أريد أن فيها فقط أضع they were not فقط أضع بعد where not لنفذ جملة يعني لم يكونوا يلعبون they are playing نريد أن فيها فقط نضع not they are not playing هم لا يلعبون ماذا يعني النفي يعني نفي الفعل نفي حدوث الفعل يعني الفعل هذا ما صار ما حدث they didn't play نضع قبل الفعل didn't لأن هي الفعل المساعد they play نضع قبل الفعل don't they don't play أيضا نريد أن في الجملة they weren't playing فقط بعض where نضع not باقي الأزمنة الفعل المساعد كما نقلنا موجود بس نضع الفعل المساعد في بداية الجملة إذن نريد أن فيه فقط نضع not بعده مثلا جملة هاي they have played football طبعا أنا فتبول ما كتبتها لن ما في مكان خلص نعرف أنه كل النهاية يهمنا أن الفعل والفعل فعلنا تكميل هي football إذن they have played لقد لعبوا لتشكيل السؤال فقط نضعها في بداية الجملة have they played نريد أن فيها they have not خلصنا الفعل المساعد موجود they had played لقد لعبوا فقط نضع هاد في بداية الجملة had they played خلصنا ما أسوي ولا أي شيء ولا أغير أي شيء لنفع الجملة فقط بعد هاد نضع not they had not خلصنا الجملة هذه they have been playing لاحظوا الفعل طويل وغلف سهل فقط نضع have في بداية الجملة تصبح have they been playing فقط وضعت have في بداية الجملة لنفع الجملة فقط بعد هاد نضع not they have not أو مختصرة they haven't they had been playing الفعل المساعد had نضعها في بداية الجملة نضع had في بداية الجملة تصبح had they been playing خلصنا they will play سيلعبون مستقبل فقط نضع will في بداية الجملة تصبح will they play خلصنا هل سيلعبون نريد أن فيها they will not فقط بعد الفعل مساعد will نضع not نفيناها سوف لن يلعبون they will be playing سيكون يلعبون كرة القدم في وقت ما فقط نضع will في بداية الجملة will they be playing تهنا لنفع الجملة they will not be playing ما سوات شيء فقط الفعل المساعدة أضعه في بداية الجملة ما أجبت من عندي موجود بالجملة they will have played إذن فقط نضع will في بداية الجملة will they have played أيضا they will have been playing فقط نضع will في بداية الجملة تصبح they will have been playing لنفيها فقط نضع they will not have been playing اللاحظ فقط زمنين من عندي وضعت فعل مساعد إذن مضارع بسيط do و does وعدنا الماضي البسيط did إذن عيد مرار وتكرار ومليون مرة do does بس بالمضارع البسيط وعدنا did فقط بالماضي البسيط باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد من عندنا فعل مساعد موجود داخل الجملة من أصل الفعل من أصل الفعل بالمختصر ما هي الفعل المساعدة بالأزمنة كلياتها خلاص نستخرجها لاحظ بالمضارع البسيط do و does بالماضي البسيط did بالمضارع المستمر عدنا am is are كما قلنا لديه سبعة ضمائر كل ضمير له فعل كون خاص به بالماضي المستمر عدنا was where لاحظ بالتم have و هاد حالة الماضي ايضا هنا هاد هاد لاحظ المستقبل هاي كل هاتها أزمنت مستقبل نستخدم well انتهينا يعني بس هاي الفعل المساعدة هاذ هي الفعل المساعدة فعل مساعد ساعدنا تشكيل سؤال اذا نضع في بداية الجملة اثناء تشكيل السؤال فعل مساعد فقط اضع بعد ونط لنفذ جملة انتهينا لسياقة الزمن مثلا بالمضارع مستمر لا نستطيع نصيق الزمن ألا بوجود R والفعل مضاف له ING بالماضي مستمر where والفعل مضاف له ING نحتاجها لتشكيل الزمن خلصنا ايضا هاذ وهاد ايضا الفعل مساعد بالمضارع والتام بالماضي تساعدنا على سياقة الزمن يعني شكل الفعل وهي من أصل الفعل لاحظ الفعل في هذا الجملة هو play الفعل هنا played الفعل are playing ممكن شخص يقول الفعل play هذا خطأ الفعل are playing سوية هذا كله فعل they were playing الفعل were playing سوية have played اذا هذا الفعل كله من ضمنه الفعل المساعد ساعدنا على سياقة الفعل يعني أعطانا شكل للفعل وبنفس الوقت يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي ايضا had played اذا كله الفعل لكن play ممكن شخص يسأل play ما هي play هي الفعل الرئيس في الجملة يلا أنا ساعدنا نقول they had اذا لها شكل خاص have been playing اذا هذا كله الفعل اربع اجزاء have been والفعل play مضاف لان جين اذا هذا كله فعل لكن have هي الفعل المساعد يساعدنا تشكيل السؤال بس نضعها في بداية الجملة واثنانا نفي فقط نضعنا had been playing ايضا هذا كله الفعل ليس play الوحدها play فعل رئيسي لكن الفعل اصلي هو had been playing اذا هذه الفعل المساعد will play اذا هذه الفعل المساعد لكن will ساعدتنا اعطاء شكل للفعل وبنفس الوقت هي فعل المساعد لتشكيل السؤال والنفي ايضا اذا هذه كلها الفعل will be playing will have played will have been playing تخيلوا انه هذا will have been playing اذا هذا كله فعل play فعل رئيسي لكن الباقي كله فعل فيها جملة وال هي الفعل المساعد الافعال المساعدة بكل الازمنة فيها افعال ثانية لا يوجد طبعا هذه اثناش زمن فيها عدنا اربعة زمنة بالانجليزي عدنا ستعاش زمن اربعة قليلة تستخدم عدنا هذه اثناش زمن كل الازمنة فقط في ازمنة اربعة فقط بذل والنضع would 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 يعني تصبح would play would be playing would have played would have been playing طبعا قليلة تستخدم يعني ممكن نقول would ممكن شخص يمر عليه زمن مثلا would play يقول استاذ معطى اثنية اذا هذه هي الافعال المساعدة في الازمنة في غيرها يا استاذ لا يوجد اختصر وريح مخك وريح بالك فقط هذا الافعال المساعدة بكل الازمنة يعني ما اقول انا هل كم كلمة ما اقدر احفظهم خلص احط مخيلتي هذه الافعال المساعدة كل زمن له فعل مساعد خاص به خلصنا دائما اذا تكون المعلومة مختصرة محددة يكون سهل لكن يريد شوي متابعة ممارسة فقط لا غير كما في اللغة العربية عدنا يلعب لاحظ لعبة بالموضة بسيط يلعب الان كان يلعب لقد لعبة س يلعب ملاحظين ايضا تغير الشكل يلعب تختلف اللعبة تختلف يلعب كان يلعب لقد لعبة ايضا ضفنا بعض الاحرف ايضا باللغة الانجليزية نفس الكلام نفس المبدأ باللغة العربية باللغة الانجليزية نفس الطريقة اذا بالمختصر الفعل المساعد يساعدنا على صياغة شكل الفعل يعطينا شكل الفعل كما قلنا شوفوا شكل الفعل وبنفس الوقت بيكون اشكل سؤال اضع الفعل المساعد في بداية الجملة واثناء النفي اضع بعض الفعل المساعد نوت وهذه هي الفعال المساعدة وعشان تريح موقعك وبالك فقط دو دست نستخدمها بالمضارع البسيطة يعني يكون الفعل كلمة واحدة ملاحظين دد بالماضي البسيط باقي الازمنا الفعل المساعد موجود من اصل الفعل فقط نضعه في بداية الجملة اثناء السؤال ونضع عليه نت اثناء النفي بهذه الطريقة فقط اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لها كل فيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته